تعد مشكلة التسارب المدرسي معضلة من المعضلات التي تواجه المجتمع العربي في هذه البلاد وتؤثر سلبا على كافة مجلاته الحياتية وتقسم هذه الظاهرة المقلقة إلى نوعين وهما التسرب المخفي والظاهر والذان يندرجان ضمن هذه الظاهرة التي تقف عوامل كثيرة وأسباب متعددة وراء تفاقمها منها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية إضافة إلى ظروف تتعلق بالطالب وبعائلته اليوم في عندنا عدة أسباب أدت أسباب للتسرب ممكن تكون أسباب اجتماعية طلاق الأهل الانفصال الخلفيات اللي بتصير المشاكل في داخل العائلة نفسها ممكن تكون أسباب اقتصادية أن يكون الوضع المادي للعائل يكون متدني فيجنح الولد للعمل ممكن تكون اللي هي أوضاع اللي هي أو خنكل الظروف التعليمية للولد الفجوات التعليمية اللي برضو بتخلي الولاد يكون متسرب خفى وبحسب آخر معطيات تم نشرها تبين أنه تسرب من جهاز التعليم العربي 29 طالبا من بين كل ألف طالب في الصفوف فوق الابتدائية أي ضعف نسبة تسرب الطلاب في جهاز التعليم اليهودي الذي يشمل المدارس الحكومية وتفيد المعطيات أيضا بأن عدد الطلاب المتسربين أعلى بثلاثة أضعاف من عدد الطالبات المتسربات إحنا بنشتر على كل الجوانب طبعا في منها داخلية وخارجية يعني إحنا اليوم ممكن طبعا إحنا أول إشي أهم إشي عندي أنا اليوم العائلة إنه الولد بيجي من عائلة اللي هي فيه كثير سعبة أنا اليوم خلاني نقول هاي الأشياء الداخلية اللي هي من العائلة وفيه عندنا بيئة الجو البيئة اللي بالشارع يعني متشايف اليوم للأسف عندنا إحنا هذا العنف كاعدة بزيد وهذا الإشي بأثر يعني هسا إحنا كدبات دوام نتطلع على كل الجوانب اللي هي البيئي وكمان العائلة ويحاول المسؤولون في وحدة ضبط الدوام في بلدية أم الفحم والتي تعمل على تطبيق ومراقبة قانون التعليم الإلزامي في المؤسسات التعليمية إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة التي تترتب عليها الكثير من الأثار السلبية كزيادة الفجوات التعليمية وخطورة الأنحراف والانشغال بأمور خاطرة مثل الإبحار الغير آمن وبالتالي ازدياد الضائقة عملية التسريب في المدارس إلها أسباب كثيرة وهي نسبة من مدرسة لمدرسة مختلفة جدا أنا بحكي عن مدرستي كيف أنا بواكب وبعالج الأمر طبعا مش لحالي إحنا عدة مستشارين في المدرسة والمهنية موجودة عن طريق ضابطة الدوام المدرسية في البلدية اللي بتيجي عنا يوم واحد في الأسبوع بتواكب كمان سيرورة العمل بتجهيز كل التفاصيل مع الزيارات البيتية والتعامل مع الإدارة هذا وتعمل وحدة ضبط الدوام تحت مظلتي وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية وبالتالي يتم التعاون مع كلا الجانبين من أجل القضاء على هذه الظاهرة أو الحاد منها وذلك بالقضاء على أسبابها والعوامل المساعدة لها وإيجاد الحلول الممكنة للخلاص منها ترجمة نانسي قنقر